مين بتحس انه عن جد في هول احزاب عم بيصير عندهم تغيير عم يشتغلوا عم بيبطلوا متل قبل الثورة السريت عليهم وعم بيجربوا يحسنوا محدة محدة اليوم تاخدها بالعطيك هيك لبسط لك يا حباطتني محدة ما عم قلت لك اليوم لبسط لك يا اليوم انه اليوم بخد بعناوين كتير بالانهيار يعني ما هي بسيطة هي اليوم ابرز ملفين اليوم توزيع الخسائر بالمجتمع يعني الناس التي تعرف اليوم انه الي عم نعيشه هو الي حصل انا اخر حدا بيدافع عن حكومة حسان دياب وبتعرف يعني كان اللي همدوج يعطون فرصة وما غير فرصة انا مش هيدا اللي امن فيه بس اليوم الخطة الي عملتها حكومة حسان دياب مين طيّرة يعني نحنا عم نعيشتها داعياتها اليوم الناس التي تعرف سعر الصرف والتضخم وكل اللي عم بيصير لانه هيدا الاحزاب الستة الي موجودين واللي حواليهم يعني الاساسيين بيطيروا هيدا الخطة بلجنة توزيع الخسائر بمجلس النواب هيدا اذا بقدر لك نواب فيها كل الاحزاب كل الاحزاب من اقصى اللي بيسمع بيصنف حاله يسار لأقصى يمين لكل الاحزاب كانت موجودة فيها الستة سبعة كانوا موجودين فيها مين طيّر خطة حسان دياب وخطة لازهر مجموعين الشباب بلجنة احزاب يلي هو ناس شو لنبسطها انه اليوم بدل ما تحمل المصارف اليوم المسئولية اللي صار عم بيحملوها للناس وعم بيراهنوا على الوقت وعم يستثمروا بالوقت لا يحملوها للناس وبالناس بصير المصارف تفخ خسارتها لا ترجع نوصل لمحل يجو يقولولون هون جيبوا املاك الدولة حطوهن بها حطوهن على الطاولة ومن رد يعني يمن بيع املاك الدولة يعني هو اللي كان ما تروح صندوق السيادي فاللي عمللك اللي موجود اليوم بس بالعلن الخطابون اليوم بيزايدوا والمودعين اخي المودعين مش شقفة واحدة في كبار المودعين وفي صغار المودعين فالليوم بيكلوا بعقل الناس حلاوي اذا بدك يعني اليوم بالخطاب بيكلوا بعقل الناس حلاوي بصير لك اوه الا المودعين تلاقي نايب عبي يحكي بتقول اف شو منيح النايب اخي ايه بدنا نفصلها ما في مودعين شقفة واحدة هيك ما بتمشي في كبار الشباب اللي رهنوا على الفوائد واللي استفادوا من الهندسات المالية كان لازم بخطة حسان دياب فيه هيركات منشان الف زلمة عنده الف حساب يتحمل مسئولية رفضوا يحملوا هيدا المو 960 حساب حملوها لكل المجتمع بحجة اكلوا بعقل الناس انه انا بحميلكم مصريات ونقول لأ مش هيك خي يعني هيدا التنصيب اللي صايره هيدا الناس لازمتو عالة منشان هيك عم قل لك اليوم اي ما حدا غير غيروا بوقت اول حكومة حسان دياب بالسلوك السياسي بطلوا مجمور يجيبوا زلمهم يعني يجيب زلمتو بس زلمتو كوزير بيجيب زلمتو ما بيعرف شي الا بيحكي شعر وخطابات بس هو فعليا بالوزارة غير مؤهل اضطروا يروحوا لناس اي بجيبوا تكنقراط ويجيبوا اختصاصيين انا هيدا كمان مزحر اي بجيبوا اختصاصيين بس ما حطوهم بمحلهم لا 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 بالسياسي انا ما كمان ضد هير مسألو بتجيب حكي هي اليوم بمجلس الوزراء وبالحكومة هو قرار سياسي لا بس مثلا اليوم وزارة اعليم ما فيك كمان تجيب عليها طبيب ما فيك تجيب عليها شخص طب هلا اجبت اعليم يعني اليوم عوزارة اعليم اي شو رايك شو اللي بيتغير يعني هلا بدو كرامة السياسيين كان جورج ارديح فانو اليوم المسألة مش شو بتشتغل بس سؤال سؤال وين الغلط اذا طالب بكرامة السياسيين لا كرامة السياسيين انزل شوق الناس بوقت هلا كرامة الناس اللي على المحطات البنزين الناس عبتلاقي دواء الناس ما ما اعتاكل يوميا هوا كرامة الناس هون الاساسي يعني ما يضيعوا الناس ويلهوا الناس كرامة السياسيين انا هلا بدي يعني داريلهم خواطرهم للسياسيين هلا يعني هلا اوعى حدا يكون مقصة مع محطة البنزين وطلع بالو يفش خلقو اوعى لا ما بيسوا مش كيف ما اقولي عبر يعني ازا واحد اخطت البنزين وازا راح يجيب دواء لاهله ومسلا يعني ازا عبر بطريقة ضد السياسيين اوعى عن شو ازا واحد راح يتعشى اليوم سياسي خطر له ولو انه حريت تعبير حريت تعبير حبيبي مش بتكون ناصب البلد ع 30 سنة وعامل مساري انت ليس تسألوا ناس انت من وين جبتها مصرياتك يعني فعليا تسألهم انه بدي روح يتعشى ولو ما بيسوا اخي في ناس ما ما اعتاكل هالقد يعني انت مش من بلد طبيعي انا لشوف انه نهائك بفهم منك انه انت مسلا مع شتم السياسيين انا مع كل ناس بتعبر بطريقة اللي بدي اياه يعني اللي صار بالثورة من شتم لا لا لسياسيين او اغاني اخي ما هي ولا تقزيم لا انا عم بيقول لك لا بس انا تقزيم للدور انا عم بيجي يقول لك اليوم مش انه شي منظم انه اليوم انا مع هيد انه بهاي الطريقة تعبر بس انا ما بضيع النقاش الاساسي بختصر كل اللي صار في تسأل صحافي بيقول لك انا اخي اوكي لا انا ما اشهد بس بيجي انا بترك كل اللي صار وبيجي بقول هايدي الصورة سرق الزعران وهيدي بقزم كل الموضوع خي لا مش هيك الاساسي شو بتقول الوزير جوجر ديح اليوم لك انا هيك يعني كل حكومة اليوم جاية على السكين يا بطيخ الناس مش انت عارف يعني بغض النظر ما هي لعب لك على الاشخاص فيكون شخص مرتب ومنحه بتعرفه بالشخص انت او انا او كاي حدا وبتقول مثلا عام الكاريير انا مش هيك بحكم عن يعني اليوم بانهيار بحكومة لاجم جاي اليوم بعزدين الانهيار ببونزي سكيم مصار بمئة سنة مصار باي دولة بالعالم انا ما بجي بحكم انه والله رالف سافيته منيحه وشاغل بعرفه وينه اه راسي وعيني بس رالف شو بدي ياخد قرارات عمجلس الوزراء اليوم بالصندوق النقد بتوزيع الخسائر بالمصارف انا هون بطل يعنينا اليوم متل كأنه انت عب تخد النقاش من 15 او 20 سنة انه المسألة اليوم اذا والله شبوبية ومرتب ومنيح وبسوق بسكليت ما بسوق موكب مش هلنقاش اليوم بالنقاش الاساسي بانهيار انا بحكم عليهم بكرة بالمفاوضات مع صندوق النقد بتوزيع الخسير بالقرارات اللي عبي يخدها حزب المصارف انا هون بحكم عن الناس متيقلك ما بقتل بضحاقه يعني انا هون بحكم انا اليوم مش قضية الاساسية هلأ اللي عم بجربوا الهو الناس يعني اليوم عم بجربوا الهو الناس بعز انهيار سعر الصرف سعر 17 ألف وطاير بلهو الناس هلأ بقصص عملك اليوم الحكومة خطين الاساسية الشباب اللي عم بياخدوا الارارات هني بمحل تاني هني رئيس الحكومة ووزير المال كله اللي هو اللي بدي ياخدوا الارارات ايه رح يعمل لك يعملوا شو للناس يعني انهم ورحنا رح نعمل ونجرب ونحل هايدي انا مش هون بحكم خي بحكومة انهيار اليوم كيف ننهض من هيدا الارارات ايه انا كيف بدي اخذ اخذ ما ايمن بهايدا الحكومة ما كمان انا هي مسألة ازا ما انو بهاي ما مش ضرور تقامل يعني عندك تفاول هيدا هو السؤال ازا بدك اكيد لا ما عندك تفاول بها ما اكيد لا انو الناس لازم تعرف مش قصت عندك تفاول هاي الحكومة جاية عم قل لك يعني اليوم اه تمهد لمرحلة جديدة بمسألة عم قل لك اليوم بالحكم عليها بدي هلا بدي يتفاوضوا مع صندوق الناد وبدينا نشوف خطة اه لازار مع التعديلات اعادة هيكلة المصارف كيف رح تصير مين رح يخط على الطاولة عرفت الناس ونحن والتضخم رح يكفي ولا لا كيف رح تصير يعني اليوم اصلا دولار اساس نزل لعمير شعي على فانو هون هون الشي الاساسي اليوم يعني مش القصة مش قصة حكومة ما هيدا من وقت حكومة حسان ديب بعد الانتفاضة واللي صار انو انو عطوهم فرصة يشتغلو خي ما هي بيصيروا قبل بيصير بتحكم على البرنامج مش البرنامج بيجي بعدين تاب اليوم انت كشخص من طائفة معينة الطائفة الدرزية بمسلوك زعماء الطائفة الدرزية انا انا علماني يعني وهيدا مخص مخص لا لا ما هي هاي المشكلة اكيد لا ما يعني انت ملحد ما بفهم علماني ما خص اذا ملحد هدا الدين هو صفة شخصية للشخص اوكي يعني برا ما فيك تسأل اذا حدا هدا شي شخصي اليوم بمسألة الاساسات الايمان الايمان الديني انا مجتمعيا اليوم انا مجتمعيا اليوم انا وجودي هدا اللي عم بيجي بقلك ضد كل هاي التصنيفات اللي بتيجي بتاخد الناس شقفة واحدة يعني بيجي بياخد الدروز والمسيحية بس اليوم نحن هاي موجودة على وليد جنبلات انا وليد جنبلات مثله مثل الزعمة الخمسة اللي باقيين هني عندهم مسئولية يعني شو بزا انا عرفت شو قصدي بس اليوم انت لهذه التصنيفات ناس بتحسبك اذا انت درزي اذا انت ماروني شيعي دغري حكما لازم تكون انت مسيح اه انت قوات ولا طيار بس هذه حقيقة هي واقع اليوم عند اذا بدك المسيحيين مش صحيح انه كل يعني هلأ اللي بطل طيار صار قوات حكما لا وفي ناس كتير عند رائد يعني هيدا الشي اللي مش صحيح يعني حدا من المسيحية مش صحيح انا هلأ 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 كنت مختلف هلأ بلشنا النقاش اول شي انه انا اليوم لازم كون بهيدا التصنيف لا انا في يكون مسيح وعندي رأي سياسي وماني منتمي ولا لهذه الأحزاب بس يعني عندي رأي مش محايد يعني اليوم اذا انت بتطلع اليوم انت اذا بتطلع عز غرطة اذا اليوم بتطلع انت عز غرطة في عندك ناس يا بتأيد سلايمين باك يا بتأيد بيت معواد واقلية طيار مش صحيح ايه هلأ بغض بيت تصنيف وفي جزء كبير صار من الناس بزغرتة مجتمع مدني مجتمع مدني و17 تشرين بتطلع بتطلع بتلاقي حدا المجتمع مدني حكي مع الناس هلأ حكي مع الناس بتطلع بتطلع بتلاقي حدا مشتمع مدني ده انه اليوم اكيد مش يعني اكيد ما بتلاقي اذا مش قوة يعني اليوم بتقللي ببشري ما في شي ناس مش مش طيار ومش قوات ما عارف زيلي بالجبل في ناس مش مع وليد جنبلات ومش مع طلال الاسلام ومش مع ويام وهاب بس اقلية بس انه اليوم هاي اللي عم ايجي قللك يعني هاي من زمين موجودة قبل الثورة بس انت اليوم بدك تيجي تصنف من البعد اللي حصل ب17 تشرين ايه فيها مش حصل اليوم موجود ما فيك تيجي تعتبر الناس انا قللك هيدا الخطاب اللي عم يجربوا يسوقوا اليوم مش انت رالف بس البلد اللي عم يتسوق بس انه الخطاب اللي بالبلد بس الخطاب اللي بالبلد اللي عم يتسوق انه خيمها شو رح يسير لش انت بتتخيل يعني الجنوب بلا حزب الله وحركة امل بتتخيل اصغرته بلا سلامين فرنجي بتتخيل الجبل بلا وليد جنبلات ما عم بتخيل شي بس انا مسؤوليتي اذا انا كحركات سياسية او انا اليوم مش خير الناس بين انه هيدا منيح بس اليوم سوء انا بتخير الناس بخيار جزري بيشتغله نجحت نجحت بس انا اليوم مش ضروري صحفيا نصنف نفسي انه انا هيدا بمثلني هالأدوة بس انا ما عمل لك ما عمل لك هيدا ما انا بعرف اصلا انت عم نحكي انه اذا فكرك متأثر عائلتك اخي عائلتي وانا انا هيدا الشي بس لوضح لك انه عائلتي وبيشرفني انتون سعادي ما في مشكلة بس انا اليوم ضد ضل تخلي الناس بعلبي انه اليوم رالف خلق بعائلة قومية ما لازم ينكو انه انا لازم انا سب القومية لبطل القومية كمان مش مزبوط يعني مش هاك خي يعني مش هاك القصة ماهي بكيف تصير انه انت اليوم لازم اذا خلقت بعائلة قومية لتبطل مسلا انه قومي لازم تسب القومية مش صحيح الاومية عملوا عندهم فاصل بانتون سعادي بمعزل عن تجربتهم الحزبية اللي صارت بس انا مش لازم سب القومية انه لبطل قومية في يقول انه انا خي تنكر رامز انه اليوم مثلا في زعيم مسيحي في زعيم درزي في زعيم سنة زعيم شيعي انت فرق بما تاخد مقاربة تكون برو اكتف مع المجتمع يعني تيجي تعتبر هالمجتمع اكيد ما تغمد عيونك وتقول لها البلد كلهم الناس مش طائفية بس السيستم طائف بس انت يعني اليوم بس خليني وضع هال انت عم تخذي على لير مطر لا لا رحلك ايه انه انه المجتمع هنه الناس مش طائفية بس الدولة خلتهم لا مش مزوط موجودة طائفية اليوم بالبلد بس انا اللي عم بيجي اقول لك انه انا فرق ما ايجي اقول انه اليوم هيدا التقسيمات شايفة وصير انا انه مستحيل خي نطلع منها يعني ما خلص خليني نمشي بهيدا المحال وفرق ما قال لك لأ موجودة بس انا اقله صخافة مثلا اليوم مستقل انا بشوف انه الشي الطبيعي اليوم يكون علاقتك بالدولة مباشرة حلق انت بعدين بتحب تكون اشتراكي بتحب تكون تيار هذا ممتاز لازم يكون في تجربة حزبية بس خليني نخلل فكرتها هذا ممتاز بس ما بيجوا الطيار بياخدوا المسيحية شقفة واحدة بيوصلوهم على الدولة وانا بحكي باسمهم فما فيش هيك بايا بايا عصور في تجربة حزبية يكونوا موجودين هيا قصة المكونات هيا البشعة يعني المكون المسيحي المكون الدرزي يعني الشقفة بس موجودة برجع بقل لك فرق ما يكون موجودة وفرق ما ايجي قل لك اليوم العلاقة تكون مباشرة بدولة مدنية وتجربة حزبية ممتازة هم برجع بردك لكلهم يعني كلهم لازم تكون الأحزاب موجودة هلا الناس بتتقبل بتروح تصوت لحزب مسيحي فيها وفيه ناس تروح تصوت لحزب علماني لازم تكون موجودة الكل موجود تمام بس الأساس تكون الدولة علاقة مباشرة ما في وسيط يعني ما في طايفي انا لازم اذا انا بدي فوت على التوظف اذا انا بدي فوت اي محل تمر مرور الزامي بزعيم الطايفة هيدا الشي اللي لازم يتغير وهيدا الشي مش لازم نسلم فيه هيدا الفرق